القضية الوحيدة اللي يعني خلت العالم كله كل الدول المتقدمة بالتحديد التي لديها نمازج للتنبؤ تقف عاجزة أمام هذا الأمر وإيه اللي بيحصل كل التغيرات الملخية اللي بتحصل خارج راءة هذه النمازج خارج حتى توقعات الدول المتقدمة الدول المتقدمة الآن للولايات المتحدة تعيد النظر في إعاجة هيكلة بنيتها التحتية الطرق اللي احنا بدئين فيها بإينا كم سنة مصر كأن مصر بدأت بأمر استباقي الولايات المتحدة بتعيد النظر مرة أخرى وكل دول أوروبا هذه الدول هي معتدلة مناخيا كانت بعيدة تماما عن مشاكل تغير مناخ وجدت نفسها في وسط الحدث وسط هذه الظاهرة نلجأ على مصر فيما يخص مصر بموضوع تغير مناخ هتلاقي حاجة يعني غريبة شوي السيد رئيس الجمهورية في كل موضع وفي كل مؤتمر ومنتدى دولي يقول جملة في كل خطاباته قضية تغير مناخ هي قضية وجودية يعني تؤثر على وجود وحياة الناس طيب ده رئيس الجمهورية روح لأي مزارع بسيط كده في أطراف الوادي والدلتة في أخميم أو بلطيم في الفشنة أو فيما كان نقول له إنه بيحصل يقول لك يا سيد مصطفى الجو اتغير الجو اتغير طيب رئيس الجمهورية ودي مواطن بسيط جدا كله عارف إن الجو اتغير وإن تغير مناخ قضية ليست بالسهلة وإن شاء الله لو بقى في وقت متاح الدولة المصرية كان لها إجراءات استباقية على مستوى هذا الأمر على مستوى موضوع تغير مناخ ولولا هذه الإجراءات وطبعا ولولا فضل ربنا أولا وأخيرا ولولا هذه الإجراءات لكان هناك مشكلة كبيرة جدا فيما يخص ملف مهم هو ملف الأمن الغذائي وملف الأمن الغذائي حضرك تعلم جيدا أنه أصبح جزء لا يتجزأ من ملف الأمن القومي لمصر ولدول كثيرة جدا على مستوى العالم وضعت هذا الملف كأنه جزء لا يتجزأ من ملف الأمن القومي لها وبدأت مصر يعني فيه إجراءات ومشروعات قومية كبيرة جدا بقول لحضرات لولا هذه المشروعات القومية لكان فيه مشكلة في الملف فيه مشكلة أن الناس ينزلوا السوق من الأشفة بطارس ولا طماطم أو يلقوا خارج قدرة جيوبهم فيه مشكلة كبيرة جدا لو لا هذه التوسعات اللي بمئات الألاف من الأفدنة في الصحراء لو لا هذه المحاول والطرق اللي رابطت كل الجمهور بعدها لو لا المحطات الضخمة محطات معالجة المياه اللي تكلفت مليارات عشرات المليارات من دم البلد ومن لحم البلد الحي لو لا كل هذه المشروعات القومية الكبيرة لكان هناك مشكلة وساعتها غزبا عن الكل ما الولايات المتحدة بتغرق والأعصير بتغرقها وتهد المدن حد يتكلم حد قال الولايات المتحدة فشلة ولا حاجة لا ده تغير مناخ أنا في مصر ما عنديش هذا المظهر الحمد لله لا عندي سيول ولا فيضانات ولا حرائق الغابات ولكن عندي شكل آخر من التغيرات المناخية احنا بنصنفه علميا أنه التغيرات المناخية الصامتة ما بيعملش هيصة ولكنه بيضرب في الصميم فجأة بص تلقى استمار المنجة سقطت فجأة بص تلقى الزتون مع قاتش فجأة تلاقي فجأة تلاقي حاجات كتيرة جدا حتى هذه اللحظة زي ما قلت لحضرتك كل أصناف القمح المستنبطة في مصر هي أصناف قصيرة العمر كلمة قصيرة العمر يعني متكيفة مع تغير مناخ ليه؟ لأن الحدث أو المظهر اللي بيعمل مشاكل للأمح أنه يجي صيف مبكر يجي حر في شهر ثلاثة واربعة تخيل أنه لو كان عندنا الأصناف اللي بتقعد مئة وتمئة يوم حضرتك مزارع وعارف يعني لو كان عندنا الأصناف القديمة ما كنش خدنا أردب في الفدان أردب من عشرين أردب عشرين ضعف وحدة المسع وأمور كتير جدا في أمور الزراعة الدولة المصرية أخذت على عاطقها من سنوات يعني أنا أقدر أولي حضرتك أن هذه النهضة الكبيرة في هذا القطاع في خلال التسعة عشر سنوات لم تشهد مصر لها مثيل هذه الصحراء الممتدة التي لم تطعها قدم لم يجرؤ أحد في كل عشرات السنين مضت أن يتحمل مسؤولية استصلاحها ويدفع مليارات عشان يستصلح ويستزرع أرض نحن كنا قبل كده من استصلح حوالي 13 ألف فدان أظن في السنة في السنة ومش الدولة اكتاع الخاص فضلوا الصحر قدامكم استصلح نهاردة كام من الوقت أنا دخلت في مليون وشوية من 2014 إلى 2015 عارف حرك مليون فدان الرقعة الزراعية كلها كلها 9 مليون فدان أو كانت 8 ونص في قبل 2014 أنا دخل على 10 مليون فدان تقريبا انت حرك تاني بس عشان أحب أتكلم ببساطة لأن الناس لازم يعرفوا بلغة بسيطة مش كلنا فلاحين كلنا عاشين في الريف لو واحد عنده فدان ملك على رأس البلد كده يعني على الطريق ده العمدة بتاع البلد وبتاع المركز كله طبعا أنا كدولة بضيف مليون فدان ملك للبلد دي وللأجيال اللي جاية والفدان اللي بتزرع بيطلع في المتوسط 20 ألف كيلو منتج زراعة بيتحط في الأسواء 20 ألف كيلو 20 طن يتحط في الأسواء الفدان الواحد طبعا لو مليون فدان بيدخ سلع غزائية قديل الناس عشي كيلو بقول لحضرتك لو لا هذه الإجراءات ولولا فضل ربنا أولا وأخيرا لكان هناك مشكلة كبيرة جدا في هذا الملف وساعتها ما كانش ينفع بقى الهيسة اللي بتحصل على السوشيال ميديا مش هتعوض الناس على الأكل والشرب البلد بتنحت في الصخر بصمت التسويق لجهود البلد حضرتك وانا بكلم حضرتك من كذا يوم قلت انا كنت في توشكة وشفت بعيني الكلام اللي التقارير الدولية بتقول عكسه بقوله مشروع فاشل بقوله بلد بتقولك ده مشروع فاشل توشكة طيب المشروع اللي بقوله مشروع فاشل سواء كان توشكة أو الصوب انا عاوز يروح انا عاوز يسألك عالصوب انا عاوز بس اي حد يتكلم عالصوب يروحي كده الساعة واحدة اتنين اتناصر والدهر اي كان يروح يقعد تحت الصوبة دقيقتين الناس اللي بيكلموا عالصوشيال ميديا وقاعدين في التكييف وبيهيصوا نفسي يروح يقعد تحت الصوبة الساعة 12 نق 5 دقايق عشان يعرف ان الله حق عشان يعرف ان الكلام سهل والفعل موضوع مختلف تماما الناس يا استاذ مصطفى للأسف الشديد ما يعرفوش قيمة حاجات كديرة جدا بتحصل للأسف الشديد انا لا اتمنى ابدا